ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أعصنهم خلقا رواو أعمد وغيره عن أبي وريرا وإذا كان من اتصف بأسن الخلق وهو أكمل المؤمنين إيمانا وغيره من من أساء خلقه أن أسو إيمانا إيمان الله وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد لأن هذا إيمان المنافقين قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وليس هو مجرد المعرفة لأن هذا إيمان الكافرين والجاعدين قال الله تعالى وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه إخوة الإيمان وليس الإيمان وليس الإيمان هو قولا وعتقادا دون عمل لأن الله تبارك وتعالى سمى الأعمال إيمانا فقال تعالى وما كان الله ليضيء إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأصلي علاة أمرنا وجعل اللهم آذل بلد آمين المطمئن الرخاء والسائر بلاد المسلمين مطمئن الرخاء والسائر بلاد المسلمين وليس الإيمان المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 الله الخيريني ونن أبو قوك مشاريني كيسا الله يجي إنا كل شيء خلقناه بقدر إتلاليكو أن أبو من عد الشيش دك الدراء حق ونن يازو تكين عديسي شهر الرح حديث ملايكة جبرين ون يتنبع أن أبو محمد صلى الله عليه وسلم انتبال الله عليه وسلم يحتية إيماني حين يكام إيماني ده الله يماني ده ملايكم الله كي إيماني ده الله كي إيماني ده منزلن الله للمساني أموا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة